دورية لحرس سواحل الليبي تنقذ أكثر من 292 مهاجرا غير شرعي وقال العميد يوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس سواحل الليبي إن عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين تمت شمال غرب مدينة الزاوية المهاجرون من جسيات مختلفة وأغلبهم أفارقة ومن بينهم سوريون وأوضح المسؤول الليبي أنه تم الوصول بالمهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل الليبي مشيرا إلى أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء تاجرة وكانت ثلاثة قوارب مطاطية تحمل 240 رجلا و42 سيدة و10 أطفال متوجهين نحو الشواطئ الإيطالية تم توقيفهم بدورية لحرس السواحل الليبي وأكدت القوات البحرية الليبية أن سفينة تابعة للشركة الإيطالية قامت بإنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية بالتنسيق مع حرس السواحل الليبي وأوضح مكتب الإعلام والثقابة البحرية بالقوات البحرية الليبية أنه بناء على بلاغ وبالتنسيق بين حرس السواحل والسفينة الإيطالية تم إنقاذ أكثر من مئة مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 48 ميلا شمال غربي مدينة الزاوية ويسلط الحدثان الضوى على واحدة من أكبر المشاكل المصاحبة للأزمة الليبية حيث يعبر آلاف المهاجرين غير النظاميين سنويا البحر من ليبيا إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر إذ ينقل من يسقط منهم في شراك البحرية الليبية نحو مراكز إيواء تتحدث المنظمات الحقوقية عن حياة داخلها تصفها بالجحيم يعيشها المهاجرون قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر